يَجْعَلْ لَهُ الْعَجَالِ أَيْهِمَا هِرَ مَأْسَاً شَبِيْثًا مِنْ لَجُمْ وَيُبَشْعُ المُؤْمِنِينَ وَيُبَشْعُ المُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَعْمَنُونَ الصَّالِ حَيْتُ أَنْهِمَ لَهُمْ أَجْرُ حَسَلًا مَا كَتِينَ كِيْمِ أَغْدَى وَيُبَشْعُ الَّذِينَ أَغْرَى مَا كَبْرَتْ كَرِمَةً تَخْعُلُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُوا بَهِنَّا كَثِينَ فَمَعَلَكُمْ نَسْلَعَةَ إِنْ مِنْ مُرْضُ كِبَالَ مَعَيْفِ أَشَفَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرَضِهِ نَسْلَنَا لِنَبْحَنُمْ حَيُّهُمْ أَحْسَلْ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعِلْنَا عَلَيَّا صَعِبًا كُرُزًا أَنْ حَسِلْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيُّ كَانُوا بُمْ آياتِنَا عَجَوًا إِذْ أَعَلْتِ بِيَةُ الْأَلْكَ بِقَالُ أَنْ أَصْحَابَ الْأَلْكَ بِيَةُ الْأَلْكَ بِقِالِ ومن يبغى من أمرنا عشدا أصابنا على هذا في الكتب سنين عزبا كنا نعطي عدوها العديد في السنين أصابنا على هذا في الكتب نحن نقص علي جنب أول من الحفظ إنه البكية لأهل ربه وفدناه المهدى ورفضنا على قيوبهم ابقوا فقالوا ربك لا ربك السماعة والأرض ابقوا فقالوا ربك لا ربك السماعة والأرض لأنك وجد ريلا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من تومي آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذات الشمس إذا طلعت ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملدت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءموا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزقهم منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يضروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازداد تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم يا دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا نبدل لكلماته ولا تدد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاطمهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحتهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا صدق الله العظيم احسنت شكرا